عليكم الله جماعة ركزوا في الكلام ده شوفوا لو زول دار يكفر بالله أكبر أنواع الكفر هل بكتر يزيد من الكلام ده بسي تركزوا فيه نحن ما تكفيرين ولا دواعش ضد الدواعش وضد التكفيرين والله يدقونا ما قاعدين ندق وما غالبنا في العسابة دي مرة أتكلم في المسجد ده جاني واحد عمك ماذا رجي باسمه ما سكني من دقني دي كان عندي ركن حلقة في الجامعة ما سكني من الدقن قال لي يا سفيه دقال لي راسب المنبر وجراء أنا قلت تقطعت شفت جراء شديد قلت تقطعت بكت شايل حم بكرة الجامعة دي أخشها كيف ولا أشوف ليش هال ألف الشغلة دي كيف بعد فكاء طبعا نملت قلت قطعت هبشت لقيت قاعدة قلت الحمد لله قديت رقعتين وقلت الله يهديه وتجاوز عنه لأسي والله ما دعيت له بشر والله يهديه لأنه جاهل في النهاية لكن احنا مشكلتنا معادل البعصل للناس الضلال والشرك بالله تعالى طيب قال وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمسادات يلقى الغنيمة وقالوا يا هذا تردت صلاتك الشيخ تقول تصلي معانا ليه ولم يعلموا أني أصلي بمكتي يعني خطوة في البلد وخطوة في مكة أيها دار لترزي قالوا الشاحنة ذاته طيب قال ولا جامع ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي أغذك بهمتي الله قال في القرآن إذ تستغيثون منه رب تعرف دير معاون منه بيستغيثه دير معاون الرسول عليه الصلاة والسلام دا قال أنا بغيثك هو الرسول بيستغيث الله سبحانه وتعالى ولما استغاث ما قال يا نوح عليه السلام الحقنة إذ تستغيثون منه ربكم المغيث سبحانه وتعالى العظيم المجيب أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سورة النمل في سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون يالحسن من المحن ويالبطر من الفقر والفلعلفون الأسرع من التلفون ويالبقرون من العيون ويالبو العباس من عيون الناس ويالبشرة إن شاء الله لا أجل المرة شوف تشغل هذه خائبة كيف ويالبشام وروق الدم والله وفي النهاية يا واتحسون من المدفونة الدفن منه ذاته ودفنوا شنو ذاته دفنوا هون وداري مرقوا مع تمرقى زائدته دفنت شنو جدت زاتك بتاع اللخبة ولفه دوران طيب قال مريدي تمسك بي بي ما بي الله ولا بالحق مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة تلقاني قدام قدام في الميزان في الميزان فتش نجات نفسك أول شيء كل نفس بما كسبت رهينا وكل إنسان ألزمناه شنو طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أفرأيت من تولى أفرأيت الذي تولى سورة النجم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الصحف دي بيها شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى بس لا وأن ليس للإنسان إلا شنو إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلى آخر الآيات قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أسى أشرق فعليها قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا قال نبيين ولا قال صالحين صالحين ديل ما بيفهموا ما سكين في الصالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين نظر ما بتفهم القرآن ما بتقرى كتاب الله سبحانه وتعالى قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى من الأمة دي دي الطريقة القادية بتاعة ناسي وعبد الله وخليفته ده برضو ده الناس ده حمد عبد الله غاشين الناس باسم الدين وأنا ما خايف من أي زول أفتح بلاغ شرطة أي شي زاته عندنا كم جزء كذي طولنا ما راجعناهم نخج السجن نراجع تفسير السعد قاعد أمورنا واضحة ما في شي والله ما عندنا أي مشكلة في السجن زاته في ناس سكارة وفي ناس حرامية وكذي ما من لهم فيهم في المساجد دخلنا لهم زاته نشوف الحاصل جوه يبقين حرامية زيهم لا يبقوا سلفيين زينا قال لي نزال الله يثبتنا وإياكم على الحق كل مجار ما ياخذ اسم الدين ولفه دوران غاشين المسلمين ياخد أسيزو سأولكم لي صالح أصلح هو ولا أبو هريرة أصلح هو ولا ابن مسعود ابن مسعود ماشي بالطريق جو ناس مشوا معاه قال أيها الناس انفضوا اذهبوا فإنه ذلة للتابع ده ذلة لتذل نفسك التماشي معاه لإيه وده ابن مسعود رضي الله عنه سووا لهم طريقة أي صوفي غلبته الشأ ركب ركشة السلك بتاع الكلاتشي تقطع صلحوا بتاع الابونسي تقطع كربوريتر بنزينو كاب بزاي ما قادر يضبط الشغلة غلبته الركشة قال خلوها اشتغل طلب الباغة وقعت منه غلبته فكر كذي قال خير اجيب ليه شوال بتاع دقيق سوو ليه زلابية وسوو ليه مديدة وشاي لبن سوو وفتح بابه الكبير الجماعة ضربوا الزلابية بالمديدة قال والله ازول طريقته جميلة جدا طريقته جميلة ولا مديدته جميلة هده طريقته جنوذاته بعد يومين ثلاثة سوى ليه علم بعد يومين ثلاثة النساوين جو المرة طبعا موهومة عندي وجع راس ما عنده ايشي بس شعار ما سرحته الشيخ يخد يده في راسه عليهم ربه الراس براه ولا المهم غاية يخد يده في راسه بعد شوال هوس بزح ما هو هام ساي تمشي تقول والله وجع الراس زراح بسبب الشيخ تاني تجيل بعده هده كان فتح خلاص بعد شوية شغلة تكبر بعد شوية من آخر الدنيا ده بعالج وجع الراس هو بنا دول بعالج وجع الراس شنو يعني كلها لخبة باسم الدين والله الذي إله إلا غيره ما عنده ايشي ما عنده ايشي زلتا مش له في وضع قاعد عنده بخور وسباح يأزن الأزان تمشي الصلي في المسجد وصلى في محله الصلى في محله بكم درجة واحد والفي المسجد بكم درجة سبع وعشرين أبو سبع وعشرين ايجي لي واحدة يا جماعة هس الناس هل فاهمين شي الزوال يلقى ولده الشافع الصغير يسيف في التراب من الصباح ماشي الشغل يلقى ولده يسيف في التراب يقول ليه ولد كاكاكاكا هل التراب الولد يكبر يلقى أبو جنب القوبة بيسيف في التراب هل يقول ليه أبو الله ابن عثمان لمن اسلم ابو شابه جابه سائقه للرسول عليه الصلاة والسلام من دخل علي قال لي يا رسول الله اسلم ابي قال هل لا اخبرتني فأتيته ذو الشاب كانت ورين اجيه في البيت ذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذا ذو الشاب يميد يدو ذو البلد ابو ابو سليد وقاعد دا العدب بتاع الصوفية دا الدين ودي الاخلاك والمرأة بخطية الدفوغلية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عند التبران والبياق والذهب وفي صحيح الجامع للالباني من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له اخطي يد فيها امام عروف وعليم ربه قال انا كنت مع نوح اشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي وانا كنت مع راعي الذبيح فداءه دامنه مش اسماعيل عليه السلام ايه وما نزل الكبشان الا بفتوى كذب اسمع لي قدام من الامة دي الودز من يعقوب شنو الوداو شنو اسمع لسه قال انا كنت مع ادريس لما ارتق العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي ايوب ما بيقى قويز الا بشنو بدعوتي الكلام لا يماع من ناقض القرآن وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لسه لسه اذور الشغل دي دي طريقة في ارفاع قاعدة موسى عارفونا النوبة غافلين المرور وغافلين البلد جد لا مرور رمش لا عربية تمش لا ايش ونوبة للصبح انا اتكلمت ردد على السرورية والتكفيريين خمسين دقيقة كش جمين ابوه كان مي كان حي الله يرحمه ابوه جمين هناك ججاري قال اينا جيتك من ابوه اكفلوا مكرافون رد على السرورية خمسين دقيقة اكفلوا المكرافون ونوبة ازعاج للصبح وبعد الصبح وغافلين الطريق وده ديني دين شيوخ دي الطريقة القادرية هذي ده كتاب اسمع قال انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داودا حلاوة نغمتي انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي انا العاشق المعشوق في كل مضمر انا السامع المسموع في كل نعمتي انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي اعرفت حقيقته ولا ما عرفتوا دي الطريقة القادرية